الجفاف شبح يؤرق الفلاحين في العراق ويجبرهم على بيع أراضيهم وثروتهم الحيوانية ومن ثم الهجرة قرى بزايز في ناحية كنعان بمحافظة ديالة تقدم أنموذجاً مأساوياً عن حالة الجفاف والتصحرة السبب الرئيسي مقطوع من إيران أنت كلها تعرف وثاني شيء مطر السنة ماكو فأغلب هنا الناس اللي بالريف بالمناطق هنا الريفية اعتماتها على الزراع واعتماتها على الحلال زرع السنة ماكو الحلال كله راح يموت أغلبها يعني معتمدة على الحلال فالحلال لما راح يموت العالم كلها تبيع وترد تهاجر للمدينة تدور على الشغل سكان قرى بزايز لم يعد لهم سبب للبقاء في مناطقهم طالما أن الجارة إيران تحرمهم من الماء وتعرضهم للموت البطيء الهجرة والبحث عن العمل صار هدف أهالي المنطقة الإنساني مش عالي عيشته العيشة طبعا محدودة ما يلمون إحنا قاعدين بهذه القاع الزراعية ومي ما بها فما تخدمنا أكيد ندور على مصدر عيش آخر نتركها نروح مثلا للمدينة اللي يشتغل على شغلة حمالة يشتغل عمالة يعني ما يستفد رواتب قليلة نحن هنا بمناطق مهجورة أما من ناحية الجفاف يعني حتى نكون منصفين يعني بالشهر بالشهر بالأربعين يوم قد يكون قد يكون تيجي أموية بالنهر شرب ما تكفي للحواوين ما تكفي كلام المسؤولين حول هذه الأزمة لم يكن على قدر المسؤولية فالكل يتهم الجفاف ولا يبحث عن سب لمكافحته بالنسبة لمشكلة التصحر والجفاف العامل الأساسي في عامل الجفاف الحصة المائية العام كانت موجودة البحيرة يعني صار استنفاذ الماء كلها فما بقت بعد حصة مائية تفاقم أزمة الجفاف بات يهدد العراق بأكمله ويعرض أمنه المائية والزراعي إلى خطر الفناء ترجمة نانسي قنقر